مساء الخير معكم محمود الرمادي من تيم بيونيرز وان ايتي الفيديو ده لكل الناس اللي قدمت على بوزيشنز البورد اللي هم الليدر والفايس تيدر والهيد وداخلين على مرحلة كتابة البلان الفيديو ده هيعرفك ازاي تعمل البلان يلا بينا نبدأ اول حاجة يعني ايه بلان البلان هي طريقة بتوضح فيها ان انت كواحد ماسك بوزيشنز في البورد ناوة تعمل ايه وازاي يعني الخطة بتحتك هتكون ايه وده اللي اكتبتك البلان بتخليك تعمله بشكل منظم وتفصيلي اكدر البلان بتاعتنا بتتكون من عدد من العناصر وعددها هيختلف على حسب البوزيشن يعني فيه عناصر الليدر والفايس ليدر مش هيحتاجوها في البلان انما الهيدزة يحتاجوها والعكس صحيح واللي قدامك ديه عناصر البلان ولكن للليدر والفايس ليدر فقط بالترتيب ولازم تلتزم بترتيب العناصر يعني ماينفعش اجيب تلاتة مكان اربعة او اتنين مكان خمس ودي عناصر البلان للهيدزة فقط وبرضو التزم بالترتيب مرحوظة بسيطة الناس اللي مقدمة على بوزيشن الفايس ليدر هيعملوا البلان اكناها ليدر بالزبط يعني اكناك ليدر طريقة كتابة البلان سهلة جدا 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 تعال مع بعض نشوف كل عنصر بيتكلم عن ايه بالترتيب اول عنصر معنا وهو وده هتتعرف نفسك فيه بانك تكتب اسمك وسنك وعنوانك والكلية بتاعتك والبوزيشن اللي انت مقدم عليه تاني عنصر معنا وهو الفيجن ودي معناها الرؤية هتكتب فيها رؤيتك يعني لو انت مقدم ليدر هتكتب رؤيتك للتيم ايه يعني شايفي التيم ايه قدام بعد ما تحقق كل اللي انت عاوزه وتحقق كل اللي في دماغك وبرضو نفس الكلام بالنسبة للهيد هتكتب رؤيتك للكوميتي اللي انت مقدم عليه يعني انت شايفي الكوميتي فين قدام مثال مثلا لو انا ليدر قفر الشيخ يبقى انا رؤيتي للتيم بتاعي ان هو يبقى رقم واحد في قفر الشيخ ويبقى اكتر تيم بيفيد الناس اما لو انا مقدم هت بي ار فانا شايف ان رؤيتي ان اللجنة هتكون بنت علاقات قوية ودايما التيم ظاهر بصورة كويسة خارجيا الرؤية ما تزيدش عن سطرين تالت عنصر معنا وهو المجن وده يعني هدفك او مغمتك وده بتكتب فيها هتحقق الرؤية اللي انت لسه كتبها ازاي انت كتبت الرؤية هتحققها بقى ازاي ده اللي هتكتبه في المجن مثال لو انا ليدر تيم بيونيرز وان ايتي كوفر الشيخ فالمجن بتاعتي هتبقى ان انا اعمل محتوى تعليمي يفيد الناس متمثل في او اني اشارك في المسابقات واعزز العلاقات بين الانشطة طلابية اخر لو انا بقى باهد بي ار مهمتي او هدفي هتكون اعمل بارتنرشيبس مع شركات قوية وكبيرة وتحقيق بنيفتس قوية تفيد الناس المجن ما تزيدش عن ساطرين طبعا دي كلها امثلة يعني اكتب من دماغك كل واحد له رؤية وهدف مختلف عن التاني اكتب اللي انت شايفه صح من وجهة نظرك نيجي للانصر الرابع وهو البولز ده بقى هتكتب فيه كل اللي هتعمله كليدر لما تبقى ليدر التيم تخيل نفسك من دلوقتي ليدر التيم وتحتك فايس والهيدز والميمبرز ابدع بقى وقول لنا هتعمل ايه للتيم سواء داخليا او خارجيا ركز معايا انت البص هنا انت كبير انت اللي مسك هنا كل حاجة وبرضو نفس الكلام لو انت هد اللجنة ناوي تعمل ايه لللجنة اللي انت مسكها تخيل برضو انك الهد من دلوقتي تحتك ميمبرز ناوي تعمل ايه معلمة كل اللي هتكتبه في الجولز هيبقى على هيئة نقاط زي واحد واثنين وثلاثة ودي اكتب فيها براحتك عادي جدا نيجي للعنصر الخامس وهو الريسبون سوبيتز ودي هتكتب فيها ايه مسئولياتك تجاه البوزيشن اللي انت مسكه يعني لو انا الليدر شايف انت مسئولة عن ايه و ايه و ايه ونفس الكلام لو انت هد شايف انت مسئولة عن ايه و ايه و ايه من الاخر يعني هتكتب مسئولياتك انت و الحاجات اللي فيها القرار و الان هيئة ليك وكل اللي هتكتبه هيبقى برضو على هيئة نقاط واكتب برضو فيها براحتك عادي نيجي للعنصر اللي بعد كده وهو الاسوات انالسيز ده بقى تكنيك بتستخدمه الشركات او المنظمات التحليل الوضع الحالي للشرك وده اللي هنعمله بالنسبة للتيم وكلمة صوات هنا هي اختصار الاربع كلمات وهم اللي قدامك دول بالنسبة للناس اللي خارج التيم ومقدمينه على position الليدر او الهيد هتكتب اللي صوات من منظورك انت او الحاجات اللي انت شايفها من وجهة نظرك او من خبرتك انما الناس اللي هي قردي من جوة التيم ومقدمها على البوزيشن دي هتكتب اللي صوات الاناليسس بناءquet على الوضع تيم الحالي نمسك اول كلمة وهي وهيwwww وهيwwww اي نقاط القوة لو انت مقدم ليدر هتكتب فيها نقاط القوة الخاصة بالتيم او لو انت مقدم هيد هتكتب نقاط القوة الخاصة باللجنة وزي ما قلتلك لو انت ما كنتش في التيم قبل كده هتكتب نقاط القوة من منظورك انت او من صبرتك او ممكن تجيبها من خلال انك تجيب معلومات اكتر عن التيم وتسيرش عنه ونفس الكلام هتطبقه في باقي العناصر الخاصة بالصوت تاني كلمة وهي اي نقاط الضعف هتكتب فيها نقاط الضعف الخاصة بالتيم او لو انت هد هتكتب نقاط الضعف الموجودة حاليا في اللجنة تالت كلمة وهي اي الفرص هتكتب فيها الفرص اللي موجودة حاليا للتيم وازاي تستغيلها لصالحك يعني لو انت هتكتب الفرص اللي لو او لو انت استغلتها للتيم التيم هيبقى بشكل احسن ولو انت كهد هتكتب الفرص اللي موجودة وانت كهد لو استغلتها لللجنة بتاعتك اللجنة هتبقى في وضع احسن رابع كلمة وهي التهديدات وفيه فرق ما بين نقاط الضعف والتهديدات نقاط الضعف هي حاجات موجودة بس هتعرف تخليها لصالحك وتحولها لنقاط كوة انما التهديدات هي حاجات بتهديد في منها اللي ممكن استغلالها لصالحك وعالجها وفيه اللي من الصعب او ينتعلك هتكتب التحليل ده كله على هيئة نقاط يعني نقاط الكوة هتكتب على هيئة نقاط ونقاط الضعف والفرص والتهديدات ده كله هتكتب على هيئة نقاط وان تو سري فور وإلى آخر هنخش بقى بعد كده على العناصر الخاصة بالليدر بس او العناصر الخاصة بالهيد بس فيه عناصر الهيد بس هو اللي يعملها وفيه عناصر الناس اللي مقدمة على position leader بس هم اللي يعملوه وهنبدأ بالعناصر الخاصة بالليدر بس الهيدز الناس اللي مقدمة على هيدز يقدروا يعملوا skip لغاية ما يوصلوا للجزء ده هنخش معنا على اول عنصر وهنبدأ على اول عنصر اللي خاص بالليدر بس وهو الpreperation وده هتكتب فيه هتجهز التين بتاعك للشغل ازاي ايه خطوات التجهيز بتاعك مثال مثلا انا كمحمود لو الليدر اول حاجة هعملها هي هعمل تشيك لبلان كل هيد واتنقش مع كل هيد على البلان بتاعته وتابع معا تنفسها كمان وكمان هشوف نقاط ضعف التيم وهبدأ أعالجها ونقاط ضعف كل لجنة واصلها مع الهيد وبعدها هشوف ايه اول حاجة التيم ناوي يعملها وابدأ أعملها بلان واخلي كل هيد يشتغل عليها وقوز عليهم التسقاط وهكذا بقى طبعا ده مثال شوف انت من وجهة نظرك ممكن تعمل ايه واكتب العنصر اللي بعد كده الخاص بالليدر وهو المانجمين طول يعني الأداة اللي هتستخدمها في إدارتك للتي أو البورد بشكل أخص اللي تتمثل في رفع التسقاط واللازم منه أنا كمحمود أو أنا كليدر هختار أداة اسمها ترينل وعلى عملي سيشن إزاي الناس تتعامل مع ترينلو وتستخدمه ثالث عنصر معنا وهو التطوير وده هكتب فيه إزاي اتطور من التيم أي نعم التيم جميل وكل حاجة وشغال بس أنا عاوز أتطوره أكتر هتكتب بقى اتكبره وأتطوره أكتر أنا مثلا كليدر هستغلي نقاط القوة وحافظ علىها كويس جدا هشوف نقاط الضعف للتيم وصلحها هستغلي الفرص كلها والتهديدات أخليها لصالحي قبلك أنه هنا قلت لها باختصار إنت بقى تكتب بالتفصيل إيه اللي انت هتعمل بالزبط وهتعمله إزاي في نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص رابع عنصر معنا هو أي معيار التقييم بتاعت بالنسبة لهيدز إيه هتقيمه مع الأساس إيه أو إيه النقاط اللي هتقيمه معليها علشان تبقى ماسك لجام التيم ومفيش هيد يتكسل أو يتونش خامس عنصر معنا وهو الوركفلو ومعناها التعامل بين الناس في التيم هيبقى عامل إزاي يعني مثلا لو حصل مشكلة بين ممبر وممبر يلجأ لمين للإتش آر ولا هيد اللجنة ولا هيد الإتش آر ولا يتخطى ده كله ويلجأ للليدر والفايس طب لو لجأ للإتش آر ومعرفش حلة يلجأ لمين وبردو نفس الكلام بالنسبة للهيدز بين وم وبين بعض سادس عنصر معنا بالنسبة للليدر بس وهو الكوميونيكيشنز وده بتحدد فيه طريقة التواصل بينك وبين الهيدز وبين الهيدز والممبرز يعني لو أونلاين هيبقى على إيه ولو أوفلاين هيبقى على إيه يعني أعضاء التيم بتاعت سواء كانوا هيدز أو ممبرز هيتواصلوا مع بعض إزاي وإنت هتتواصل معهم إزاي سواء أوفلاين أو أونلاين وبكده بلان الليدر خلصت الناس اللي مقدمة ليدر أو فيس ليدر تقدر تقفل الفيديو إنما الناس اللي هيبقدمة هيدز هتكمل معايا وده درها أول عنصر معانا بالنسبة لهيدز وهو الكواليفيكيشنز وهنا هتكتب المؤهلات اللي هتقبل من خلال هالناس عندك في اللجنة أو اللي لازم تكون موجودة عند الناس وإنت هتساعدهم إنهم يحققوا المؤهلات دي تاني عنصر معانا وهو السكيلز أي المغارات هتكتب برضو فيها المغارات اللي هتقبل الناس من خلال عندك في اللجنة والمغارات اللي انت هتخلي المنبرز يكتسبوها من خلال شغلك معه تالت عنصر وهو الليرنينج تريك ده نظام تعليمي انت بتعمله كهيد لأعضاء اللجنة بتاعك عشان تؤهلهم بعد كده للشغل وبتكتب فيه انت هتعلمهم إيه وهتعلمهم في قد إيه وإيه التسكات اللي هتده لهم أنا مثلا لو هيد بي آر هشرح لهم الفرق بين البوربوزل والبرتفوليو ده اللي هشرحه المدة بتاعتي هتبقى توتو سيشن أي في ومين والتسك بتاعي هيبقى أن أنا أديهم إزاي تعمل بورتفوليو واحد أو اعمل بورتفوليو واحد وهكذا بقى اكتب كل حاجة انت هتعملها للتيم أو انت هتعلمها للتيم بتاعك أو لللجنة بتاعتك واسكر المدة والتسك وحط الحاجات دي كلها في جدول بالترتيب وبكده أمعلم خلصنا طريقة كتابة البلان وبالتوفيق للجميع سلام ترجمة نانسي قنقر